ومبارح كمان كان فيه اجتماع مجلس ادارة برئاس طبعا كابتن محمود الخطيب نقشه من خلاله الكثير من الملفات المهمة جدا اللي بتخص القطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة ان شاء الله استعرض المجلس المخترحات المقدمة من كل اعضاء الجامعية العمومية اللي كانت الحقيقة محل تقدير كبير من كافة الحضور لان هي بتسهم بشكل كبير في تطوير مجالات العمل داخل النادي كلف المجلس الادارات المختلفة بدراسة العديد من هذه المخترحات وحصلت شوية تفاصيل تعالوا ناخد فكرة مبدئية كده عنها من خلال التقريب ده تابعوا معنا كل التحية مشاهدين الكرام وجمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الاهلي نستعرض في الدقائق القليلة القادمة جملة القرارات او مجموعة منها والتي صدرت عن مجلس ادارة النادي الاهلي المنعقد اليوم 27 نوفمبر بمعقل النادي الاهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الحقيقة انه المجلس وفي هذا الاجتماع المهم بحث العديد من الامور التي تهم وتخص كل قطاعات النادي وايضا الجمعية العمومية وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول اعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري وذلك بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الولمبية الى النادي بتاريخ 21 نوفمبر والذي يعتمد فيه تفويض مجلس الادارة في سلطات الجمعية العمومية حيث اعتمد المجلس بالفعل الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي 2022-2023 والتي اقتربت من 4 مليار جنيه وقرر مجلس ادارة النادي الاهلي ارسالها الى الجهة الادارية لارسالها بالتالي الى الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص لائحة النظام الاساسي ايضا استعرض المجلس المقترحات المقدمة من السادة اعضاء الجمعية العمومية والتي كانت محل تقدير من اعضاء مجلس الادارة لما تضمنته من مقترحات ايجابية وبناء تسهم في تطوير العمل ومنظومة العمل داخل النادي كما كلف المجلس الادارات المختلفة بدراسة العديد من هذه المقترحات علما بان هناك بعض المقترحات قد تم البدء فعلا في تنفيذها من قبل مجلس الادارة ايضا اعتمد المجلس وده قرر مهم الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وفروعه المختلفة لترتفع من 750 ألف جنيه الى مليون جنيه الحقيقة اعتبارا من 1.3.24 وهذه الزيادة الحقيقة هيبدأ العمل بها زي ما قلت لحظاتكم من 1.3.24 حضرتكم عارفين المؤهل العالي كان 750 ألف جنيه ليصبح عضو جماعة عمومية ويحق له دخول كل فروع النادي الأهلي الآن أصبحت مليون جنيه على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 1.23.24 يعني لسه عندنا فرصة أكثر من أربع أشهر للراغبين في الانضمام العائلة النادي الأهلي بناء على الأرقام أو المبالغ القديمة أيضا اجتمع المجلس واعتمد المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بمدينة العالمين الجديدة ليضاف إلى سلسلة الفروع التي يشار إليها بالبنان الحقيقة مدينة العالمين واحدة من أهم المدن على ساحل بحر المتوسط مدينة زكية يشار لها بالبنان وبالتالي وجود النادي الأهلي في هذا المكان كان مطلب لكثير من محبيه وعشاقه وإن شاء الله يكون فيه فرع النادي الأهلي في مدينة العالمين الجديدة قريبا جدا أخيرا اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي منح شركة الأهلي لمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاذ المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدان بفرع النادي الأهلي بمدينة شيخ زايد والذي يشمل استاذا رياضيا ومتحفا وصالة للألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقا إلى آخره مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الأمر ده حلم الحياة لجمهور النادي الأهلي منذ مدة والآن يتحقق أو بدأت أول الخطوات الفعلية لتحقيقه إن شاء الله على أيدي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب دي كانت مجموعة من أهم القرارات التي برزت اليوم أو رشحت اليوم من اجتماع المجلس المنعقد بالنادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب دائما الشكر لحضراتكم والنادي الأهلي في المقدمة ومصر الكبيرة دائما في معاية الله وفي حفظه شكرا لحضراتكم